وفي الشرق الأوسط لكن إلى إيران إلى أوكرانيا الآن زيلينيسكي يزور الجبهة في بخموط شرقي أوكرانيا زار الرئيس الأوكراني فلادمير زيلينيسكي اليوم الثلاثة بخموط المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر وتشكل راهنا النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرقي أوكرانيا وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي واكتفى المكتب الإعلامي للرئيس بالقول إن زيلينيسكي التقى العسكريين وتحدث إليهم وقلد الجنود أوسمة عسكرية وأطلقت القوات الروسية سلسلة من الهجمات بمسيرات على البنية التحتية الأساسية في كييف تسببت بقطع التيار الكهربائي وأتت على الكثير من المحال التي أصفر عن إصابة ثلاث أشخاص في ضواحي كييف في وقت أعلنت روسيا أنها أسقطت عدد من الصواريخ أمريكية الصنع في مجالها الجوي بالقرب من كييف وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كيليتشكو الاثنين وقوع انفجارات في مناطق عدة وكشف أن أضرارا لحقت بمرافق مهمة للبنية التحتية لكن بدون ورود تقارير عن إصابات في البشرية وتعرضت أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط فبراير لهجمات جوية متكررة أوقعت قتلى وبعد سلسلة من الانتكاسات الميدانية وخسارة أرض في الصيف والخريف غيرت موسكو من استراتيجيتها وصعدت من ضرباتها الجوية المكثفة لكن وسط انخفاض درجات الحرارة أغرقت الهجمات الصاروخية والضربات الطائرات المسيرة مدنا في أنحاء أوكرانيا بالظلام وتسببت في انقطاع امدادات المياه والتدفئة عن ملايين المواطنين